الثالث عشر نوفمبر كان يوما مشهودا العام الفين وعشرين حينما قررت الجبهة الشعبية للساقية الحمراء وواتد أهب العودة للعمل المسلحي ضد المحتل المغربي على إثر خرق قواته اتفاق وقف إطلاق النار الموقعي العام الف وتسعمائة ووحد وتسعين باعتدائها على مدنيين صحراويين تظاهروا سلميا بالثغرة غير الشرعية بالقرقرة مطالبين بالحرية والاستقلال ثلاث سنوات وحرب الاستنزاف قائمة حتى وإن حاول المحتل تجاهل بيانات الجيش الصحراوي على كثرتها قبل أن يعترف صاغرا تحت وطأة صواريخ البوليساريو التي دكت مراكز عسكرية بالمناطق المحتلة في السمارة وغيرها بدى واضحا على الميدان ما رفعته البوليساريو في مؤتمرها الأخير بتصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة تماما مثل ما تصر قيادتها على المضي قدما في العمل المسلح لفرض استفتاء تقرير المصير وتحقيق الاستقلال أمام ذلك لم يجد نظام المخزن بدا من تثبيت ارتمائه في الحضن الصهيوني وسط رفض شعبي منفك يتزايد في ظل ارتفاع المديونية وما خلفته من انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي في البلاد دبلوماسيا تحل ذكرى الثالثة لاستئناف الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي وسط معركة قانونية تخوضها البوليساريو ضده أمام المحاكم الأوروبية لوضع حد لاستغلاله غير القانوني للموارد والثروات الصحراوية في المقابل تظل العرقلة المغربية للمساعة الأمامية والإفريقية لإنهاء النزاع الصحراوي جزءا من سلوك مخزني وحالة سياسية دائمة لم يبرح منذ إنشاء البعثة الأمامية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية أما الصحراويون فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بعدالة قضيتهم ومزيدا من الالتفاف حول ممثلهم الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو في ظل محاولات مغربية بائسة لتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية العادلة